مستمعي الكرام، نعيش الآن مع الدرس الثاني من دروس مادة البحث والمصادر إن هذا الدرس يجتمل على نقطة في غاية الأهمية للبحث والباحث على حد سواء إنها المكتبة المكتبة تمثل العمود الأساس الذي يعتمد عليه الباحث في بحثه إذ إن البحث القائم على كتب ومراجع عاد إليها الراء الباحث عندئذ يكون بحثه قيم ومؤسس أما الذي يكتب بحثه بلا مرجع ومن غير أن يعود إلى مكتبة كان كالذي يبني على رمال الشاطئ سريعا ما ينهر بنائه ومن هنا وجب علينا الوقوف على هذا الأساس بشرحه وتوضيحه للباحثين والكتاب وذلك في هذه العناصر العنصر الأول بيانوا المكتبة لغة وصلاحة وتعريفها والوقوف على نشأة المكتبة والمكتبات العنصر الثالث أشهر المكتبات حديثة العنصر الرابع إبراز نظام المكتبة وفهرسها العنصر الخامس الوقوف على أهداف المكتبة العنصر السادس إبراز الكيفية والآداب التي يتعامل بها الباحث مع الكتب وأخيرا إبراز تلك الآداب في التعامل مع المكتبة ولنبدأ بالتعريف الأول تعريف المكتبة لغة المكتبة كما وردت في لسان العرب كلمة كتبة تعني الجمع والضم والمكتبة لغة هي مكان الكتاب أو مكان الكتابة حيث إن الكتب يضم بعضها إلى بعض فتصير مكتبة وكذلك الحروف والمكتبات يضم بعضها إلى بعض فتصير كتابة وهنا العلاقة بين الأمرين أن كلاهما فيه ضم وجمع هذا يجمع الكتب وذاك يجمع الحروف أما المكتبة صلاحا فيمكن أن نعرفها بأنها الموقع المخصص لحفظ المعلومات والكتب لماذا؟ للإفادة منها على مر الزمن سواء كان هذا الموقع المخصص موقعا في مبنى أو موقعا إلكترونيا وما أكثر هذا الأخير في عصرنا الحديث كما عرفت المكتبة بأنها مؤسسة علمية ثقافية تهدف إلى ذات الهدف نفسه أما عن نشأة المكتبات والكتابة فقبل بيانها لابد أن نجيب عن سؤال يطرح نفسه هل الكتابة توقيفية أم أنها مكتسبة؟ الواضح من قوله تبارك وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أن الكتابة توقيفية إذ إن الكتابة علم وقد نبع هذا العلم من علم الله سبحانه وعلم الله خاص به لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل فقد أمد الله الإنسان بالكتابة أي بهذا العلم وخصته بها من بين سائر الحيوانات وقد أقام أصحاب الهمم العالية هذا الأمر في نفوسهم فقاموا بإلهام من الله سبحانه وتوفيق بتجاربهم وأبحاثهم وإفادة الأجيال اللاحقة وذلك بما كتبوه من كتب ومؤلفات واشتهر اسم الكتاب وأصبحت الكلمة دالة على أي كلام مكتوب أما عن أول من كتب من البشر فآراء كثيرة وأقوال متعددة يأتي في مقدمتها بل أرجحها أن أول من كتب هو نبي الله إدريس عليه السلام والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من خط بالقلم إدريس وقيل وهي رواية ضعيفة إن أول من كتب بالقلم هو آدم عليه السلام وبذلك نكون قد وقفنا على المقصود بالمكتبة فكيف عن تتمت نشأة المكتبة والمكتبات وأبرز المكتبات في العصر الحديث ذاك ما سنعرفه في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر